دكتور السؤال الذي حملنا إياه كل العراقين الذين نراهم في كل مكان أنهم متى تقروا الموازنة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام نحن في اللجنة المالية بدأنا بصياغة نهائية للمواد تقريبا يوم أمس بالليل وصلنا إلى تجاوزنا المادة 45 ومستمرون نتوقع عنه خلال هاليوم ويوم غد سنكونوا منتهين منها المفروض أن ننتهي منها بالكامل ونرفعها لهيئة الرئاسة مجلس النواب وبعد ذلك هم يحددون موعد للتصويت على الموازنة وإن شاء الله باعتقاد يوم السبت لحد يوم الاثنين وسيكون الموازنة مصوت عليها من كم مادة الموازنة مكون حولتكم؟ 67 مادة أتت من الحكومة وحتما سيكون هناك مواد إضافية كلجنة مالية ستضيف الكثير من الفقرات ما هي المواد التي أحملتها الحكومة وستضيفها اللجنة المالية؟ لا أبرزها اللي راح تضيفها اللجنة المالية هي مقترحات السادة النواب والمقترحات المختصين التي أتتنا هناك فقرات يمكن الحكومة ما ذكرتها إحنا كمقترحات نضيفها فبعدنا ما ذهبنا إلى المواد المضافة المنهجية أنه ننتهي من المواد التي أتت من الحكومة ثم نناقش الفقرات والمواد الإضافية يعني بناء على ما تفضلتم به أرى أن الطريق ما زال يعني ليس بالقريب لأقرار الموازنة هو قريب جدا خلال هاليومين راح نخلص من عدها تخلص من عدها وقروها لا هو احنا كلجنة مالية مسؤوليتنا أن نخلص من عدها ونرفع المسودة النهائية للتصوير لهيئة الرئاسة أما هيئة الرئاسة هي مسؤوليتها تحديد جلسة عامة للتصوير على الموازنة طيب السؤال وإن كان جنب نوع من السياسة ولكنني لا أقصد بها التحرش بالسياسة يعني يهمني أنه كيف ستصل مفردات الموازنة لكل العراقيين بأبوابها التي تخدم العراق شاهدنا في بعض البرامج تلفزيوني قال أن هناك أطراف معينة بعينها سياسية وفاعلة هي التي تعرق القرار الموازنة من ضمنها داخل البرلمان يعني أحتيها لله ليس هناك أي عرق للموازنة يعني بصراحة لا الحلبوس مع عقلها ولا أبدا أبدا هذه كانت في البداية بداية مجيء الموازنة كان هناك من يريد أن ربط الموازنة بتطبيق المنهاج الحكومي أو الاتفاق السياسي ولكن هذه تجاوزناها مع القراءة الأولى للموازنة والقراءة الثانية تجاوزنا هذه المرحلة وكسياقات القراءة الثانية ما معناها استضافة الاستماع لكل سادة النواب الذين يريدون أن يدلوا بدلوهم في الموازنة الجلوس واستضافة كل الوزراء استضافة المحافظين استضافة الهيئات والمؤسسات عدل وزارات والمحافظات وكجد والمكثف كان يوميا لدينا أكثر من استضافة تعرف عندك 18 محافظة عندك 22 وزارة عندك مجموعة لا بأس بها من الهيئات والمؤسسات فالجلوس مع كل هذه المؤسسات وترتيبها ومدى حضور المعنيين وتواجدهم في العراق وحضورهم في اللجنة هذه أخذ من عندنا تقريبا حوالي 30 جلسة ونحن بعد ذلك ذهبنا إلى المرحلة الثالثة من القراءة الثانية تعرف القراءة الثانية تمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى الاستماع لسادة النواب تحت قبة البرلمان وهي أخذت من عندنا ثلاث جلسات المرحلة الثانية تبدأ بالاستضافات حتى تكون على بينا في كل رقم أو فقرة أو سطر مكتوب داخل الموازنة وهذه تجاوزناها نحن في المرحلة الثالثة من القراءة الثانية والتي هي عبارة عن الصياغة النهائية لفقرات الموازنة ترجمة نانسي قنقر